اهلا بكم مشاهدين ومستمعين عبر صوت لبنان الى منشاة المساء بعد احتواء تدعيات الاحداث الامنية في مخيم عين الحلوي ومفعيل بيانات تحذير السفرات تبقى الخشية قائمة من استخدام المخيمات صندوق رسائل بابعاد خارجية على وقع ضبابية مستجدة في المشهد الاقليمي تسارع التطورات لحين ايلول قد يعيد خلط الاوراق الرئاسية مع عودة التشدد في الخطاب السياسي وبالتزامن مع تقدم الحوار الثنائي بين الحزب والتيار الى الكلام عن رئيس توافقي فأين اصبح ايضا تقاطع المعارضة وفيما التشاور يجري على الارض جنوبا بشأن التجديد لليونيفل واذهار النقاط الحدودية تخطى الاجتماع الوزاري التشاوري شمالا القضايا الوطنية الى خطب ود الديمان واخذ البركة لتغطية العمل الحكومي المتشعب من الموازنة الى شرعنة الاقتراض من مصرف لبنان وملف النزوح السوري هذه المواضيع نتابعها مع ضيفتنا في الاستوديو الصحفية والكاتبة سناء الجعكة سيدة سناء أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا نبدأ من الجنوب ولكن من عين قبل جريمة جديدة ولكن قد تختلف عن غيرها بطريقة اكتشاف هذه الجريمة اليوم ماذا لديك من معطيات؟ بالطبع ليس لدي معطيات أمنية تتعلق بالجريمة قراءة ولكن في القراءة أن هذه الجريمة بدأت حادثا أودى بحياة الموضوع المياس الحسروني بعد ذلك وبعد دفنه بأسبوع تبين أن هناك من اختطفه وقتله حتى الآن التقرير الطبي الواضحة لفية القتل ليس بين أيدي الألم يعني لم ينشر هناك عنوين عريضة بأن الرجل قتل وبأن المنطقة مستهدفة وبأن القوة الأمر الواقع هي المسؤولة عن هذا الأمر بالمبدأ معروف أن هذه المنطقة تحت سيطرة قوة أمر واقع بعينها لا نختلف فيها حزب الله مسيطرة على كل فاصلة ونقطة في هذه المنطقة طيب ولكن لماذا قتل تلك مسألة أخرى لأن من قتله لم يكن يريد أن يرسل رسالة ما بشأن قتله ولا نعرف أسباب القتل ربما تكون شخصية خاصة ولكن الواضح أن لا عقاب لمن ارتكب هذه الجريمة كما جرت العادة هي الأسلحة يعني الجريمة مغفورة إذا كان لحماية السلاح الفساد مغفور إذا كان لحماية السلاح المحاسبة ممنوعة حماية للسلاح بالتالي أي جريمة سواء كانت لأهداف سياسية أو لأهداف خاصة إزهاق روح إنسان الأمر يدل على أن لدولة تفلت نحن في غابة لا أمان بالمعلومات لحد الآن الأمنية وغير الأمنية خطف قتل ضرب على رأسه بمثدث وكان في كمين محكم وناس محترفين وبالتالي كأنه هناك استهداف ولأنه لياس من القوات اللبنية عضو سابق صحيح ولكن ومنطقة عين قبل فئلة رمزية أيضا منطقة عين قبل يعني كل الحرب الأهلية حتى وقت الاشتياح الإسرائيلي لم تكن علامة فارقة يعني تشكل قلق لأي كان منطقة هادئة أهل مسلمين ما عندها يعني يعني في قرى بعينها يعني اتسمت بتعاون ما مع الاحتلال الإسرائيلي لكن ليس عين قبل عين قبل منطقة مسلمة فيها وطنيين كتير يمكن أقال منطقة بتصور فيها عملة بإسرائيل عمر فارين بإسرائيل منطقة عين قبل يعني لا موجبات لحتى توجه رسالة إلى المنطقة بالتالي يجب أن يكشف يعني لماذا نذهب إلى التكهنات عوضا عن كشف حقيقة ما يعني حتى في هذه الجريمة اللبنانيون شائعون إلى حقيقة ما كيف حصل الأمر ولماذا لكل جريمة أسبابها لماذا حصل الأمر ولكن ما في أجوبة على مدى العديد من الجرائم ولا مرة تحقيق تواصل منذ الحرب الأهلية ولكن لا يعلم لا يعلم هذه هي المسألة اللي بتخليك تحس أنه هذا البلد متفلت ومن وقوى الأمر الواقع جسمها لبيس وكيفما اتهمتها يصح الاتهام الكلام اليوم لأهالي عين قبل وحتى القوات اللبنانية كشف عن القتلة لحصروني إنزال أشد العقوبات بهم حفاظا على أمن المنطقة هذه العبارة يعني برأيي أنا لا أحد يستطيع أن يلعب بأمن المنطقة إلا حزب الله ما بنا يعني ما بنا نضحك ع حالنا ومن يحفظ أمن المنطقة ما يسهل مطلوب يعني قتلة جندي من قوات اليونيفيل ولم يتغير شيء عملوا تحقيق وقالوا اسمه إيه وبعدين ومين قالنا إنه قتلة سامر حناء أوكف شخص بعدين طلع إنه ما خدسوا قالوا لو روح تسلم حالك حدا تاني يعني نحن يعني هجريمة 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 الحالية الحصروني لا تختلف على الجرائم السابقة وستبقى مقيدة ضد مجهول لن يكشف شيء حتى لو عرفت الحقيقة لن يتغير شيء يعني المسألة أبعد من هذه الجريمة ولن يستطيع أحد أن يعبث بأمن المنطقة إلا القادرين على إمساك أمن المنطقة ونحن نعرف منهم بالأهالي بعين قبل ودكتور سمير جعجع لمين عم بواجه الكلام نظرا لدقة الوضع بعين قبل والقرى المجاورة والنتائج التي يمكن أن تترتب عن هذه الجريمة في حال لم يتم الكشف عن الفاعلين إذا لأجهزة أمنية للدولة للمعنيين أي دور يعني أنا مبارح لفتني وزير الداخلية لما قال أنه أنه هي الوزارة الداخلية والحكومة أحرص على أنه عندهم حرص على الرعاية الخليجيين تماماً كحرصهم على اللبنانيين هاي كم نير أنا قالت أنه راحت على الخليجيين لأنه ما في حرص على اللبنانيين ما في حرص على اللبنانيين فهيدا الموضوع هذه المقارنة بحد ذاتها فاشلي لا يعني اللبنانيين عايشين بالصدفة أين مكان وكيفا مكان ما في حدا يقدر يضبط أمن أو يكشف إلا في أجندات معينة يعني الجيش لا يستطيع أن يدخل منطقة إلو نفوز حزب الله فيها إلا بإذنه وبالتالي أي تحقيق رح يطلع رح يطلع كونتروليه في عليه رقابة ذاتية ورقابة خرجية بالتالي يعني مش قصة يأس أو عبثية بس إنه لا أحد يستطيع شيئاً وهذه الجريمة ستمروا كمان مرة غيرها في كلام لرئيس الكتائبة نائب سامي الجميل يقول فيه تعليقاً على جريمة قتل الحصروني بالأمس في المجدل اليوم بعين قبل وغداً في أي منطقة من لبنان صحيح صحيح الوطن مخطوف صحيح الوليين رهيني ولكن نحن لا ينالوا من عزيمتنا طيب ولكن يجب أن يحصل تغيير ما لمواجهة هذه الحالة يعني نحن لا نزال نردد نفس المواقف اللي هي حقيقية كتير بس لم تعد تعطي صدمة اللازمة لحتى تدفع العالم للتغيير يعني نحن لازم نحط الأمور نصابع عين لنا ونقول إن إحنا واصلين لحالة مصادرة سيادة بلد مخطوف عالم لا أمان ولا دولة تحميهم ماذا يجب أن نعمل؟ أمن ذاتي ما بيكفي لأنه أمن ذاتي يستضعي أمن ذاتي آخر أسمهم فيها من ذاتي وبالتالي الناس التانيين ما في حدا يحميهم أي منطقة تانية بتتعمي ما بيكون بناينا دولة وبتصور الشيخ سامي جميل بده يبني دولة كل خطاب قائم على محاولة استعادة الدولة وهو المؤسسات ما بيكون بناينا دولة يعني يجب أن نبحث بأسلوب آخر نعم لحتى نختم هذا المحور ببداية هذه الحلقة سيدي سنة الجات هل قد يكون قد يكون هناك من سيربط بين مجرى بأرنة شهوان مؤخرا بشارة مقتل شابين آآ بأرنة السوداء رغم اختلاف الظروف وبين هذا التنقض من منطقة الأخرى والجريمة اليوم بعين قبل في من رابط يعني أكيد أقلق جريمة الأرنة السوداء هي السيطرة يعني مش أنه في رابط في خطة جريمة الأرنة السوداء اللي سيطرة على المرتفعات وهيدي خطة ماشي فيها حزب الله منذ زمن يعني هيدا الشخص الشخصين الأخوة اللي العرايب اللي قتلوا به بالأرنة السوداء هني يشبهون سامر حنة هو لناس راحوا على محل حزب الله أبدو حدا هني بدو يسيطر على المرتفعات ضرورياته الأمنية تفرض عليه أنه يسيطر على المرتفعات من السلطة للجيش حرة كانت انطبطت الحدود كان من قتلوا أهل طوء بالأرنة السوداء كان ما صارت جريمة هنقبل كانت إشية كثيرة ما صارت كان ما صارت في جير البور نعم وبنا نرجع لورا أكتر بنرجع لورا أكتر للكثير من الجرائم على كل حال هل هو موضوع يعني تمدد بهدف أمني أم غير ليس فقط أمني؟ أولا أمني لأنه هيدا التمدد أمني ثانيا الهدف السياسي متحقق ما نضحك على حالنا ما نكون سزج من يمسك الدولة هو حزب الله واليوم ورد تقرير بنشرتكم بفتكر الظهر أو الصبح بالنشرة الإخبارية عبيحلل عرض جبران باسيل عبيقول إنه عرض جبران باسيل إقرار بإنه حزب الله ماسك البلد وإذا بده لمركزية إدارية بده يطلبه من حزب الله وإذا بده صندوق اعتماني بده يطلبه من حزب الله يمسكوا مع بعض هلأ هو بده صندوق اعتماني لحتى يصير صندوق الجنوب صندوق مجلس الجنوب صندوق المهجر لمجلس الماء والأعمار صندوق جبران نعم واضحة يعني السيدة السناء الجار بالسياسة حزب الله مسيطر بالأمل يحكم سيطرته وإنه ما كان وكيفه ما كان ووفقه أجوندته وحاجته خلصت إلى حين بناء الدولة مين بده بناء الدولة من يريد بناء هذه الدولة لا هناك من يريد ولكن كيف نحن نحن نقول أنه هناك من يريد بناء الدولة المخلصين للبلد هتخذ من يريد بناء دولة قوية لا 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 لأ من يكرر هذا الكلام هذا كلام بالهواء من يريد دولة قوية ما بيعمل مربعات أمنية ما بيفلت البور ما بيعمل بيسيطرة على المطار لا ما بده دولة دولته منيحة دولته جيدة جدا اقتصاده ماشي ما فيه عبي أمن مقاومات المؤسسات قائمة كل عنده قضاءه عنده ميليتو عنده كل شي عنده يعني هو دولته متكاملة بس هو بحاجة لهيدا الغطاء اللي اسمه اللبنان وعم يستخدمه على الآخرين التمسك بما بده بناء الدولة على الآخرين إيجاد السبيل يعني كلنا كلنا عندما نتكلم كل النخا وكل القوى كل الناس اللي بيكتبوا بيفكروا بيدوا انه هن بدون يغيروا يعني كلنا لازم نشوف وين الوسيلة النافع يعني صار الوقت نشوف وين فيه وسيلة النافع على التغيير فيه شي صار من الالفان وخمسة لهلأ بيأكد انه ضعف المعارضة وبدايتها عم تقوي حزب الله وتشتتها وتشتتها ومصالح الخاصة اللي متداخلة فيها بيأكيد وبأحزابها عم تقوي حزب الله وعم تتركوه هم يستفرت بالساحة اللبنانية فيه طريقة لحتى يصير فيه معارضة فعلية تتخلى عن مصالحها الصغيرة لمصلحة بلد هيدا هو السؤال وهيدا هو التحدي الكاتبة الصحفية سيدة سناء الجاك راح نتابع معك هذا الحوار نبقى بالجنوب ولكن العين الحلوة هناك من قرأ انه رغم احتواء التصعيد ما زال هناك من تداعيات ما لم تظهر بعد لما جرى فيه مخيم عين الحلوة ويربط مجرى ايضا بابعاد اقليمية ده صح حتى صحيح لماذا انطلقت هذه المعارك وبهذه الشراسة وتم ضبط الموضوع قل لم يضبط الموضوع حتى الان هي جولة الهدف منها انهاء حالة فتح ممنوع تبقى فتح هيدا الحركة التي لا تدور في فلك ايران ممنوع تبقى الحالة الرسمية اذا بدنا نقول الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني الذي لا يدور في فلك ايران ممنوعا عليه البقاء وهي المؤسسة ترهلت يعني بعد ياسر عرفات فتح تغيرت محمود عباسر بمحل حرج شوي القاد السقور بفتح ما بقوا المخيمات صارت يعني بعدين المخيمات مخترقة من ايام الوصاية السورية الاحتلال السوري للبنان المخيمات صارت مقوعة لارهاب بيتخلى بريحته بغطى كمان ومتمول من مسهل ادخال هؤلاء يعني كيف ما في في جيش وفي حواجز وفي مناطق نرجع بنقول متل ما مخترق كل شي بالبلد ما بستغرب يكون يعني معقول يكون في مدير ومخابرات مش دوم مش راد عليه حزب الله بيستغرب انا المنطق ومجريات الامور باللبنان بتقول انه حزب الله قادر يخرق ثلاث ربع المؤسسات الامنية وغير الامنية مش انتقاس من الجيش بس لما حدود فالتة بفوت منها مين مكان كيف هرب جمال سليمان نعم ليه بدي يكون في شي اسمه جند الشام لهني حركة تكفيرية ليه بدي نسيروا على قدم المساواة ونعملنوا مصالحات مع قيادات بمخيم عين الحلوة ليه بدي يكون حركة الانصار صارت كمة الحكمة وهي المسؤولي عن قدل اربع قضاط بصيدة فيما مضى وهني كانوا بصفوا اي حدا صفوا كوادر فلسطيني جاي من مخيم اليارموك كنا منذكر بمخيم المية ومية وبعين الحلوة ليه بدون يسيروا هولي هن اللي عبي حاولوا يمسكوا بالمخيم انهاء حالة فتح سيطرة على الحالة الفلسطينية لمصلحة ايران هو هدف ما جرى في عين الحلوة لحد الان من خلال تقويات اسلاميين مش بس لحد الان كلنا منذكر قصة شاكر العبسة صحيح عندما قال حسن نصر الله انه ما حدا يعبس بابن المخيمات وكان خط الاحمر خط الاحمر شاكر العبسة صار خط احمر ما منو حدا يمس فيه لو ما فؤاد السانيورة وقدرته انه يتحديه كان رئيس حكومة كان رئيس حكومة وحرك الجيش وعمل ما يجب فعله ورغم هيدا تم تهريب شاكر العبسة من المخيم عن النهر البارد النهر البارد بتجاه الحدود السورية بالتالي هيدا الحالات الاسلامية المتطرفة تتم رعيتها من ايران يعني الحالات الاسلامية المتطرفة اللي ظهرت لسوريا وقوضت الثورة اللي لوصلحت مين اليوم المخيمات لا تختلف عن هذا اليوم اذا كان هذا هو الهدف ما الذي تحقق لحد الان تحقق الكثير تتهت اول جولة ايه هلأ وفير اعمل بالتوالي بالتوالي المخيمات سوفها يستكمل وشوي شوي متل من الالفان وخمسة لوصلنا الالفان وسبعة سيطر حزب الله على نرجع قبل كمان نرجع لما كان في شي اسمه مقاومة وطنية تم تصفيد كل كدرات المقاومة الوطنية لصارة مقاومة حزب الله بس وهلأ تصفيد كل كدرات المقاومة الفلسطينية بالمخيمات لمصلحة القوة التي تأتمر بعمل حزب الله وهنا بينشوا فيها بالتدريج المريح هلأ بيبدو بكرة بيحركوا حصل الموقف اللبناني موقف الجيش القرارة السياسة هل من يعني؟ نحن نتخبنا أخطاء واسحابوا السلاح ونحن عم ننسق معكم نحن بنعتذر عن مرحلة الحرب وكل هيدا التفاصيل ومع هيدا ما فاتت الدولة على المخيمات كما يجب أول طاولة حوار كان نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات داخلوا وخارجوا مصر يعني ما فيه هدف أنا برأيي من أول ما نوجدت الجمهورية الإسلامية في إيران نوجدت بلبنان حالات متطرفة بالتزامن إذا نرجع بالذاكرة لورا بمحيط المخيمات ولا نزلت تستكمل هل وصلت كل الرسائل الأمنية من وراء هيدا الأحداث بمخيم الحلوة؟ هيدا خطة إيه؟ للداخل يقال إنه قد يكون لأحداث فتنة تتخطى المخيمات ورسائل للإقليم مش المطلوب المطلوب للإقليم صح لأنه لما إيران تمسك بورقة المخيمات الفلسطينية باللبنان ومسكت بورقة يعني إنهاء فتح باللبنان إضعاف لقيلة بالضفة حماس ماشي مع إيران بالمطلق صارت الجهاد الإسلامي كذلك يعني الفصائل الفلسطينية كلها رح تصير بحضن إيران هيدا ورقة بتستخدمها إيران بمفاوضاتها بشأن النووي بتقاطع مصالح معينة بالمنطقة يعني اللي بدها توفرها مدام تتقدر على ذلك قص التوحيد الساحات ما فينا ننساها يعني عندنا كتير عوامل بتقول إيران تريد الإمساك بالورقة الفلسطينية فقط وحدها دون غيرها اللي حتى تفاوض بها وتستخدمها كما تستخدم الورقة اللبنانية والورقة الفلسطينية أكثر حساسية لأنه هي بداخل فلسطينة المحتلة وباحتكاك دائم مع إسرائيل فتستفيد منها أكثر هل هي تناقض التوقيت بفتح الجانب الأمني بالمخيمات مع موضوع التفاهمات بالإقليم التفاهم السعود الإيراني ومحاولات تهدئت أو تبردت أو تبريد الأجواء بالمنطقة وبالإقليم؟ ما بعرف قد نجحت هيدا الخطة يعني لحد هلأ كان مجمدة في ثلاجة في انتكاسة ما؟ أو مجمدة في ثلاجة ما اليوم ما رأى خبر لفتني اللي هو بيقول إنه من ثلاثة أيام بدأت يعني سفارة السعودية تعمل في طهران هيدا الخبر يعني إله دلالي لنشره إنه لأ ما سقطت ما سقطت الاتفاق السعودة الإيرانية ولكن؟ ولكن هناك يعني ضغط اللي يقوله للسعوديين ليس ما تريدونه سيتحقق بالكامل؟ يعني في مصالح بدنا نتناعش فيها بعد إيران مع السعودية يعني يمكن إلا جيبيني اتفاقنا وينفك الحذر عنه للسعودية من الولايات المتحدة يمكن نزيد المطالب الإيرانية لتحسين ظروفهم لأنه وضعنا الاقتصادي ساقط الشروط الإيرانية تحسينها أكتر يمكن يبلشوا يعني مثل يرموا يرموا كل مرة إشارات لحتى يقدروا يحصلوا ظروف أحسن على كل حال كان في معلومات وحتى السفير الإيراني كان أعلن لدى الرياض أنه سيتم إرجاء فتح السفارة أيام واليوم مثل ما ذكرت طلع الخبر أنه ثلاثة أيام بلشوا العمل بس بعد ما صار الفتح الرسم صحيح حتى بالموضوع السوري أيضا كان هناك جمد الموضوع تجميد وتأخير لعدم التزام بما في القمة العربية لا بالاتفاق غير القمة العربية نحن نذكر الاتفاق اللي صار بالأردن ولاحقا أهم شيء هيدا الاتفاق لم يتم الالتزام بأي شيء منه المشكلة بالخطوطين الاتفاق الإيراني السعودي وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية أول فترة صار فيه شهر عسل وهمة بعدين سقط شهر العسل الوهمة عم يتكشف أشيء صغيرة هي المدة كانت ثلاثة شهر أقل أقل في أول شهر نشيطة بعدين خفتت بعدين جمدت يعني ما بقى حدا يقول تهريب الكابتاجون عم يتكافح ما بقى حدا عم بيقول إنه إعادة النازحين السوريين مثل ما لازم على بلاده يعني خفتت خفتت كأنه ما صارت حتى قصة اليمن جمدت ما نحلت القصة صاحبت الجبهة بس جمدت العراق هلا في تطورات فيها علامة استفهام إنه شو أكفر الطريق على على إيران عند البوكامال وهيدا المناطق الأمريكية هل بدأ يتبين أيضا ببعض الخطابات في نوع من الإشارات في هذا الإطار خطابات حسن إسراء الله فيها وحتى من خارج أكتر شي خطابات الأمين العام لحزب الله حسن نسي بموضوع اليمن بموضوع اليمن وموضوع البحرين بموضوع اتهام السعودية بإنه هي عم تشجع إسرائيل تضربنا يعني في كذا شغلة لو منا مباشرة بس بلش تملي محط بيت ولكن التفاهم لحتى إعلامهم نحن عم نشوف إعلامهم كيف عم يشحن التفاهم السعودي الإيراني مازال قائما لم يسقط إلى حد الآن لا يسقط بهذه السهولة لأن الإتفاق تجمد تجمد يعني ما تعرض لإنتكاسي ما سقط في شي بس مش يعني الاتفاق الإيراني سعودية تضمن عدم تدخل الإيران في شؤون الدول الأخرى هيدا مثلا ما نعمل في شي قصة وحيد السلحات إيش تبعد الاتفاق هيدا من الأساس ما نعمل في شي كلنا قلنا أنه هلأ حزب الله بده يطريها شوي طلع ما عم يعمل شي بالعكس وكأنه هذا الاتفاق هو غير معني به لا أو كأنه لصالحه هيدا الأصعب كيف؟ لأنه هو عبي يفسر أن السعودية إيش لعندهم وأن السعودية بتفتح حوار معهم وهو كان يريد فتح هذا الحوار إيران كانت تريد أيضا هو يريد ولكن يدهي أن الآخرين هم من يريدون متل عادة بعدين بلشت يروج أنه ما في فيتو عصليمية فرنجية إذا بنتذكر لا رجع الموقف باللقاء الخماسي وضح قدام تشدد حيال كل ما يجري في لبنان بثوابت اللي هي إصلاح سيادة إلى آخره لأينا الموقف بالمقابل من حزب الله رجع إلى ما كان عليهم رأينا أعلام حزب الله والاعلام الأصفر الذي يديره حزب الله كيف رجع يحرد ضد السعودية والإمارات وإلى آخره بطريقة محدودة لحد الله لا في محلات يعني لما بيطلع منشات أن الإمارات عم تعذب اللبنانيين سجناتهم لما بيطلع حكي أنه السعودية عم تحرد أنه السعودية عم تحرد إسرائيل لتضرب لبنان لما بيطلع مقالات بتقول أنه السعودية عم تستخدم قصة الرعاية لحتى تنصف الاقتصاد بلبنان تقضي على الصيف الواعد العزيز وكان هو رامد الروح ولكن بيانات التحذير من السفرات وبهذا الطريق المتتالي من غالبية دول الخليج بعد أحداث عين مخيم عين الحلوي يعني كان بدأ الضبط لهذا الموضوع أخذت بعض الأبعاد السياسية أكثر مما هي أمنية أنا برأيي في تحذير لأما في أمان لأنه ضاقوا يعني ضاقوا زرعا بهايدا البلد الفلتان أنه ما تحركوا كتير ما تجوا كتير خلص أنه لا في أسباب أمنية وفي قرف سياسي يعني بتتزامن الأسباب الأمنية هي ما قفت بس عم وخيم عين الحلوي يعني هيدا المواطن اللي انخطى في السعودية ورجعوا لأنه كان بعضه جهر العسل الوهمة لو ما فيه جهر العسل الوهمة ما كان رجع فيه شغلات بتقول إنه لأ لبنان ما إنه بلد أمين رغم تطمين رغم تطمين رغم تطمين رغم تطمين رغم تطمين اللي فيه كتير بشعة الأحداث الاجتماعية كتير بشعة لبنان عم بيصير محل يعني مع الأسف ما بيكفة نقول فيه مهرجانات وصياحة وصياحة عم بيصير أشياء وهمة كمان مش وهمة إنه شو هالموسم اللي بنقطفه بعدين البلد شو بيعمل يعني بضيع الموسم مثلا بضيع ما حدا جعرف وانضاع وانرع إنه مين عم يدفع من هول المؤسسات ضرعي بعد قدي طلع مسار ينعيش خزينة الدولة بلد فلتان بلد فلتان مين لو الدولة تسير بشكل منتظم ما فيه هالوضع الاقتصاد هو تحذير للرعاية دول خليجية وعدم على الدول الأجنبية وتنبيه للمسؤولين الموجودين إنه فيقوا بقى يعني ما بفتكر بقى يعني اللي بيتعامل مع هول المسؤولين بيكون هو مسؤول هول المسؤولين المفقود الأمل منهم يعني ما بيطلع حدا متل متل جبران باسيل بيحكيك بالشفافية والإصلاح ومبارح الحديث عن الصندوق الاقتماني يا عيني ما الكهرباء اللي أخدت عليها قدي صرف على الكهرباء ومقشت الكهرباء والنكتة إنه بفتورة الكهرباء في شيء اسمه إعادة تأهيل بتحفوك عليها مليون وشوي إعادة تأهيل الشبكات نحنا بندفع كل شهر من جزء من الفاتورة إنه نهب المنظم والمشارع وعادة وجاي يحكي بصندوق اقتماني بدن نفوت بهذا وبدن يتعاملوا معهن الخليج أنا برأي إذا بيحترموا حالا كل المجتمع الدولي يرفضون التعامل مع كل هيد القوى السياسية اللي هلي هلأ بالسلطة خلصنا سيدة سنة الجاكرا هنتابع معك الحوار وهذا الجو الإقليمي يلي حكيت عنه ومسار التفاهمات هل بدأ ينعكس على الداخل لحظت نوع من التغيير خلال هذا الشهر؟ هو دائما الجو الإقليمي ينعكس على الداخل وين وحبلة ده تولد عنا؟ طيب هيدا طبيعي إذا تجوزوا بيحتفلوا؟ لا تجوزوا نضرق كلوا عنا كلوا بيفقص عنا إجابة مرة؟ إجابة إذا هديوا قاب نهدى شواء أكيد إجابة وسلبا لما كان في توافقات دولية وإقليمية نعكست عنا هدوء واستقرار هلأ لا نشوف وين الله بدي يحطنا هلأ الجو الإقليمي كتير متشنش الجو الدولي كتير متشنش حرب أوكرانيا الوضع الاقتصاد العالمي العلاقات الولايات المتحدة مع الصين مع الروسيا كله بيفرخنا نعرف هيدا الشي إيران عندها مخططة ما عمت غيره إسرائيل عندها مخططة ما عمت غيره الولايات المتحدة عندها مخططة ما عمت غيره كله عم يسكر عنا كيف يمكن التخفيف من تدعيات كل هذا؟ لا يمكن لأنه لبناء لبناء كان عنده دور كان عنده وظيفة بالمنطقة خسرة كان مصري في الشرق الأوسط مستشفى الشرق الأوسط جامعة الشرق الأوسط هيدا الدور خسر خصوصا تنوع المصري فيه خصوصا بعد سقوط الكضاء المصري فيه لبناء لم يعد حاجة للمجتمع الدولي والعربي لحتى يتم الاهتمام فيه يعني هلا بماذا زيت الأمر الوحيد اللي بعضهم شوي بيحسبوه له حساب بالمجتمع الدولي لأنه ما نصدر لهم اللاجئين السوريين عدا ذلك لبناء ما عنده ما فيه حاجة دولية وعربية لإله ما على الأسف كان فيه اهتمام واضح أخيرا بموضوع التنقيب عن النفط والغاز وهذا الاتفاقية عملوا صفقة وعطوا إسرائيل اللي بديهم وقفوا جزهم يشغلوا بالهم خلصت اجوا عملوا الصفقة وداروا ضهرهم هلقان وهلق شركة توتال بدي تاخد رضا إسرائيل لتنقبلنا عن غازنا كلنا بنعرف انه هيدا الاتفاق فيه ملاحق سرية أو بنوت سرية تضرب لبنان على الاستحقاق الرئاسي تحديدا عرفنا الجولة الأولى للموفد الفرنسي وجاينا بايلول اذا كان هذا الجو الضاغط الملبد اذا بدنا نقول بالخارج وبالداخل فيه تشدد عادة هذا التشدد على اي طاولة مشاورات نحن ذاهبون انا بفتكر ما هيكون فيه طاولة مشاورات كما قال الادريون انه هنقعد ونعمل وظيفتنا ونروح على جلسة باستبعد الامر لانه رجع البحث كيف بده يقدر يقايد جبران باسيل الرئاسة مع حزب الله بما كسب لقله وغير هيك ما في شي تاني ليس صحيحا انه اللامركزية رح تنقذ لبنان او انه رح تصير مش هيك بتصير مش بطلب من جبران باسيل فيه ايليات معينة لتحقيق لمركزية الادارية مش بده يخذها قبل الانه لماذا طرح هذا المشروع اليوم يعني موضوع مقترحات انشاء الصندوق المالي الاقتماني مشروع لمركزية موسعة اذا قدر يعمل الصندوق المال الاقتماني قبل انتخاب الرئيس ايه لا يسيطر عليه لانه لما بيجي سلامية فرنجية ما حتكون ايام وجايدة لجبران باسيل بده ياخد ضمانات قبل صندوق الاقتماني اذا اجا بادارة وبموظفين تابعين لمسيو باسيل يعني سيطر عليه متل ما فيه سلتلك مجلس الجدوم متل ما فيه صندوق المهجرين متل ما فيه مجلس الماء والعمار اللي ما بقى له بيع كل حال بالتالي انه جبران بقايد شي لمصلحته وليس لللبنانيين لمركزيه الاداريه الى الهيات معي اني بتناعمل يعني انون زياد بارود واضح وغيره اكتر من فريق طراحة واندمها انون كتائم بمجلس النوار ايه انون الكتائم يعني انا متطلعة على خطة حزب الكتائم لمركزيه الاداريه متطلعة عليها بالتفصيل انه هايدي شغلي بدها الهيات العمل اتمنى تبناها اليوم اتمنى كتوفوها اليوم وبدو يسرقها بدو يسرقها من كل القوى السياسية اللي طلبتها وينسب الفضل وياخد فيه شعباوية ما هاي الوقاحة باللبنان مش مهم بعضهم عايشين ولا ما بدو يوراتهم بدو يسرقها منهم ما بقلك عم يوراتهم هني وعايشين عم بقلك عم يخدها وحتى يعمل كيف بدو يبرر لجمهوره العظيم انه هو رجل عند حزب الله بارح كان بالتقاطع يعني ما بعرف انا ليه صدقوه انه نتا للشاعر بيقول اللي بيجرب اللي مجرب يكون ها قاله مخرب كيف هي يمكن الوسوق بجبران باسيل ما بعرف وليش صدقوه انه ممكن اذا هلأ تعطى معنا اسم جهاد ازعور بالحد اللي لازم لحد ما يوصل جهاد ازعور انه كيف بنوثع فيه ما بعرف الوزير جبران باسيل يقول ليست تكويعة ولا موضوع تنازل ولا موضوع الذهاب الى الطرف الاخر هذا عمل بالسياسة ايه متل ما من اجل الدولة الوطن ايه ايه متل ما اخذ كل كروض الكهرباء ومتل ما حاول يفرد لما اجت شركة شركة الالمانية لتعملها سيمينز يعني انا قلتها ببضلني بعيدة انه خبرني المدير الاقليمي لسيمينز بالمنطقة انه لما عم يعرضوا المشروع على جبران باسيل انه انا ما يفهم بدي اربع بواخر كل سنة هولي اربع صافي لعلي من وقته وهني كان مشروع وما بيكلف الدولة اللبنانية الا القليل القليل ما تقلي جبران باسيل ومصلحة الدولة ولكن نتحدث اليوم عن حوار يقال انه جدة اصبح بين الطيار الوطن الحر وحزب الله او بين وزير جبران باسيل وحزب الله هي هو حوار من اجل يعني الوصول وبدأ الكلام الى تفاهم او توافق لا كمان اليوم ماريخ خبر انه قدمنا اسماء ثلاث مرشحين لا يعترض عليهم الحزب هو مفاوضات في اسماء بس قدم اسماء ثلاث مرشحين باحد المواقع الالكترونية اني موارف ما ضدقتو هي بفتكر زياد برد يكون بيناتن يعني بالحدث وباله هيدا بدون قائد الجاج ولا ممكن يجيب حدا ما بيبصم له بالعشرة لا فرم هي ولا قائد الجاج ايه يعني هول اتنان بيقطعوا له ورقة وروح بدون يجيب حدا يمكن يجيب لهم ندب ثاني شو بيعرفك؟ يعني لما حطى حد لدريون كان في هدف من ورا حضور الاجتماع حزب الله يقبل بكل يعني يقبل بكل ما يقدمه الوزير باسيل بعد هذه العودة يعني كان يسعى الى ليك هو بدي اقلك شي حزب الله بقدر يساتره جبران باسيل وبدونه ما بيخسر وبخلي البلد هيك على مهلو يقبل بشروطه؟ لا بس هو من الاول بده يعطيه نحنا عم ننسى انه لما عبي قانعه بسليمان فرنجي عم يقوله شو بدك؟ في مقابل ايه في ثمن كل الوقت في مقابل عم يعطيه كان تطمينات نتحدث عن الطيار وطن حر وحزب الله ماذا عند بقية مكونات المسيحية وغير المسيحية في قوة فاعلة وحية وشعبية وقوية شو؟ رح قلك شي مدام بدنا نضلنا نحكي بالبلد كوة مسيحية كوة شيعية هو هيك بس هيدا لانه هو هيك ما عم نوصل الى نتيجة لما نقول معارضة وطنية لما بتتحقق شروط معارضة وطنية خارج الطوايف رغم انه فيها حزاب اوكي هي مسيحية لا ما في بالامر انتقاص منها بس لما بتتحقق معارضة وطنية متكاملة بعيدا عن اي اي مصالح خاصة لأي قوة سياسية ما بقدر يعملش حزب الله لحد الان كانت فيه نوع يعني وقفات اذا بدنا نقول وقفات بس ما استكملت يعني انا ماني فهماني ليش فيه حدا بيقول اذا نحنا اتفاقنا يعني متل ميشيل المعوض شخصية متل ميشيل المعوض كان يمكن اتفاق عليها قدي القوة السياسية التي لا تدور في فلك حزب الله في المجلس النيابة كان فيها تعمل فرق يعني احنا ليه بدنا نوصل للتسعة وخمسين مع تيار الوطن الحال ليه ما فينا نوصل للتسعة وخمسين من دون تيار الوطن الحال ما بي عندك المعايدة ما عندك نواب التغييريين مش كلهم كانوا موجودين هيدا غلط هيدا غلط انا بقول لما بيتفقوا قوة وطنية بمعذر عن الانتماء الطائفة يعني انا ما في عندي مشكل ان اتحالف مع كل القوة اللي هي هلا لا تدور في فلك حزب الله ولا يناسبها ان تنتهش سياسات الفساد لحتى تاخد غطا من حزب الله انا بقول هيدا القوة لازم تتوحد ويطيت الشيء ما التوحد والمواجهة الا يؤدي الى البزيد من التعطيل شفنا شو صار المجلس المواجهة عدي في عطل لما بيكون في فوق الى خمسة وستين واحد ما في عطل وخلي عطل عدي وإيه خطة البلد كلهم عطل بدون رئيس وماشي الحال مش ماشي الحال مش ماشي الحال بدون رئيس بس لانه بدون رئيس مش ماشي الحال يتم الرضوخ لشروط حزب الله ولاملاءات حزب الله هون الغلط لحد الان الاتفاق انه بقوة المعارضة الموجودة كل العمل والتنسيق لتوحيد هذه القوة منعا لوصول مرشح فريق الممانعة الى رئيسة الجهورية لان هذا الامر نجح ما فينا ننكر انه لحد ما فيهم يفرضوا سليماني فرانجي رئيس اين الخطر انه انه وينجع خلينا نشوف قدي بتصير الاصوات بين تيار وطني حر بين حزب الله وامل وبين القوة النواب الذين يدورون في فلكهم مصير الاحتمال موجود طيب لودريون متل ما ذكرت حضرتك سيدة سنة الجاك انه قد لا يكون هناك طاولة او مشاورات او حوار ولكن بماذا سيأتي بماذا سيعود يعني شو جاي يعمل في مسألة مهمة انه فرنسا ما بها تترك الورقة اللبنانية المسألة المهمة التانية انه فرنسا منسأمة حزب الله اكتر ما منسأمة مع اي فريق اخر اوكي واضح يعني محمد رعد ضحكته هو لودريون انا ما شفت محمد رعد عامل حكي إلا لودريون بعشورة كمان هادي عليها علامة استفاهم كبيرة هادي الشغلة صارت انه احنا ما فينا ان ننكر التوافق الفرنسي الايراني على الملف اللبناني عنا في اللجنة الخماسية ما في بعنا فرنسا ويا عينة كل ما يكون من وقت لتاني بيطلعوا اخبار واحد لازم ينتبه اتصل ماكرون برئيسي او اتصل رئيسي بماكرون واتحدثوا بالملف اللبناني وقالوا اذا فيه مقاومة فعلية ما بعرف شو من واجه الاستكبار العالمي سال ماكرون بودو يواجه الاستكبار العالمي هو رئيسي بالملف اللبناني فهاي تصريحات طالعة موجودة بالالام الاجنبي والعربة دايما فيه كلام بالداخل انه ما تنتظروا شي من فرنسا شي بس فرنسا من الخارج ككل فاتفضلوا نحن نعمل لقاء تسوية داخلية لانقاذ هذا البلد فدهو الكلام المطروح طب كيف وضينا عمل لقاء لانقاذ البلد في حدا حات تسليحه على الطاولة وابقلك انا الامر انهي هناك وما مستعد يتنازل عن شي وبقناكم طالما نتحاور لاناكم بمرشحة عندو خيار اخر بس وصلت الرسائلة انو موضوعنا احنا ما حنقبل بهذا الحوار قالولو قالولو بوحده بمسر هي لا بتعد اصابة يا ميشيل عون اخذ سنتين ونوصلة فرضوا علينا كان البلد قادر يوقف سيدي سنة عالم منهارة حزب الله امتين كان ما اعتلهم العالم المنهارة ما بيعتلهم هون هو قادر يعمل يعني يخلي عالمه يصمد اللبناني يموت مفرق معه اه عمد تقصم في عندو لبنان غير قلتلك لبنان اللبنان هو غطى لا لدولة حزب الله مش للبنان حزب الله لدولة حزب الله خلينا ننتبه يعني انت لما بتشوف لما بينقلك انو عم ينحط مليون دولارات على الاستشفاء منطقة بعلبك من حزب الله لحاله لما بتشوف عسكري عادي بيقلك انو انا بقبض لانو خي شهيدة 800 دولار كل شهر وعم عم يربات انو في لبنان حزب الله ليه بنا ننكر ادلني صغيري لما انت بتروحها منطقة في اسم معبر الشعرة اللي هو مداخل بالخريطة اللبنانية بالمعابر الرسمية اللبنانية بيقبضوا عليه جمارك عادي حزب الله طيب ولكن الا يفيد حزب الله يكون هناك بلد متكامل دولة ومؤسسات سيخذ على المسائلة من من؟ اذا في دولة مفروض كل شي في عالم حزب الله يتأثر بالمسائلة اكتر من فاسد فيهم ويتخبى مثل فياد سلام اليوم لا لما ما بعد عنده سيط لما تنضبعت الحدود شو بيعمل حزب الله؟ بس إله غير التهريب والأسلحة والكابتاجون شو بيعمل؟ لما يستسود أنزمة دولة القانون والمؤسسات شو بيعمل حزب الله؟ بيضلوا في جزر أمنية؟ مش مطلوب اي توافق اتفاق اقليمي؟ قلت في حروب وفي الوضع متوتر ولكن في حال انتهت هذا الحروب وصار فيه هذا التوافق اقليمي دولة نحن كمان نبقى بالخارج ولو لهذا الدرجة اوكي اوكي شو حاجة؟ برجع على السؤال ما هي حاجة المجتمع العربي خليجي تحديدا والمجتمع الدولي للبنان انت مدى حاجة مدى يعني شو الدور اللي ناطرينه منك او بدون يواكلوك فيه ليعطوكم قبيله شو هو؟ بعد شوية رح يربحونها جميلة معا ليش انه فيه شباب لبنانيين بيشتغلوا بالخليج صحيح ما بقى فيه اي تعامل بين دول خليج ولبنان يعني كلمة شخطة قلم جنانتهم ما بقى فيه اي اي تعامل ما بقى فيه تسامح تجاه لبنان ما بقى فيه كان مطلوب بكل الاوراق التي قدمت من الاصلاح لموضوع نعم معنك لما اجوا الكويتية وجابوا لنا الوراقة ورد عليها يعني عبدالله ابو حبيب وزير الخارجيه بشكل مهزل انه عم تستخفة اقول لعالم ايه انه فيه علنا انه الخليج شو بعد بده من لبنان شو حاجته للبنان يعني اذا بده لطبابي عايزينا لعلم انه كان بالاول يحقتولدهم بالجامعة الامريكية صار في جامعة امريكية بابرس ما بقى لنا حاجة نحن لزوم ما لا يلزم على خارطة الاولويات العربية والدولية بس اهيلي هالبلد بحاجة لهذا الوطن معني عملوا شي بحاجة كن عندهم بلد وهم بروحوا كلهم طيب اذا اهيلي هالبلد بحاجة لهالوطن واللي ما قادرين يروحوا لانه اللي قاعد الراح كلنا متفقين عليها ما بيعرفوا ينتخبوا بيرجعوا بعيدوا السيطرة لهيدا الطبقة السياسية ايه اذا انت ما بتغاء يعني اذا انت ما بتداوي علا لك بالامكانات اللي انت عندك ما يبدو يساعدك الوقت بلش اذا همنا سيدي سنقرجاك ذكرنا شوي موضوع الترسيم البحري اتفاقية صفقة اليوم في جولة كان بالجنوب بتحديد النقاط الحدودية البرية وايضا الكلام مش ترسيم اعادة التثبيت الى اي مدى فيه تقاطع بين قرب البحث عن التنقيب نفط وغاز بالبحر بالبلوك رقم تسعة وموضوع الحدود البرية اليوم تعرف اذا صارت هذه القصة يكون فيه اتفاق لبناني اسرائيلي غير معنا خلص بلقت بعلم الدولة اكيد بعلم الدولة اه دولة عنده علم اذا بدو يسير لما الجيش بقول بدنا نحدد اكيد بعلم الدولة بس بشروط مين ولمصلحة مين ومين اللي قابد التمن يعني اذا صارت هيدا القصة وترتبت موضوع الحدود بين لبنان واسرائيل وارتاح بالا اسرائيل مع بيلا شو قابد حزب الله بيكون السيطرة الكاملة على لبنان ونحنا شفنا بعد ترسيم الحدود البحرية حسينا انه النفخ نفوزه وارتاح باله كان في ارتياح واضح ولكن هادا العائدات هتكون لكل الاجيال لكل اللبنانيين ها عائدات ده تكون للفاسدين اللي هسسوا شركات هيدالونا عايشين بعد اكتر وما بوقت بيفرخه كله بيتناسل بيفرخه لانه انه كان فيه طبقة قابل يعني هاي الطبقة اللي اللي بعد عنا شو المانع خوصا اذا عندك حزب عقائده منظم متل حزب الله بيضلو يلاقي ميني شغله تحت ايده ويعطيه مقابيل فساده اذا اخدنا هذه المقاربة لماذا رسائل التهديد المتبادلة ومبارح يعني عصر حجري هيدا الرسائل من من عشرين سنة ثلاثين سنة رجعنا له فيه تقاطع 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 الحقيقي مش جبران بيسيله القوات والقوة المعارضة تقاطع الحقيقي هي تقاطع المصالح الإيرانية الإسرائيلية هيدا تقاطع خطير يعني نجوع هيدا المنطقة اللي ورا بها الشكل هيدا خدمة إيران تستفيد منها وإسرائيل تستفيد منها ما نضحك ع حالنا فيه تفاوض لإزالة الخيمة إيه تفاوض ومرير يعني مش عم يمشي الحال إيه ما بكبر الحاجة بكبر عدوه اللي حتى عارش بدي أعمل إنه أنا انتظرت على هيدا العدوه أنا تفهمت مع عدوه صعب واضحة يعني هيك بتصير أصلا بكل العالم هيك رسائل ليس أكثر وهو تبادل رسائل لمصلحة اتنين ولا حدا طالب الحرب يعني إنه إسرائيل بوضع كمان ما كتير مرتاح نتنياهو تبادل رسائل لمصلحة اتنين يعني هون عاطل هون عاطلان لا يصنعان جيد واحد ننتقل نحن وياك سيدة سناء الجاك الكاتبة الصحفية من الجنوب إلى الشمال إلى الدمان تحديدا اجتماع هذا الوزار الاجتماع الوزار التشوري قيل عنه الكثير طلع اجتماع عفوي قضايا وطنية ولكن كان في بركة أخذت الحكومة من الدمان شو استفاد المواطن؟ خبرني شو استفاد المواطن؟ بس فعلوا العمل الحكومي بيستفاد المواطن كيف بدون يفعلوه؟ بالأموال أي أموال؟ أموالنا؟ أموال مدعين؟ هذا هو هذا الموضوع هيدا كمان فولكلور لبناني بيخ خلصنا هيدا التعايش والأرزة خلص خلصنا إنه شو عم يفيد المواطن اللبناني هيدا الاجتماع؟ إنه شو بيطلع منه على سعيد البلد؟ يعني إحنا عنا شغلة مخيفة ما بيعملوا طوابع يبيعوها ليطلعوا مساري للخزينة اللي هي طوابع إذا بدك تعمل ساكرين نافعة ورقة هالقد 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 بده طابع بده طابع بتروح بتشتري حقه ألف وخمسة تشربين وخمسين ألف يا عم يعملوا بيعون عياب خمسين ألف ما تشمشتوا العالم ما بيعملوا طوابع عم تحكي عن الموارد الدولة اللي قادرة تشيلها وما عمتخدها وما بتنضرب الفساد ما بيفتحوا نافع يعني مساكرين السيستم كل المصادر اللي ممكن تطلع مال للدولة هن مساكرين حيافيتها ليه ليه لأنه بدهم الدولة تنهار وبدهم حتى يقدر يفرض حزب الله اللي بده إياه على رأسنا كل الحق حزب الله هني كمان ما هني شركة بدهم مش عمقول حزب الله بدهم هني كلهم بيشتغلوا بمحل واحد يعني منه حزب الله نقولها مع الوضع الاقتصادي السيء لوحده حزب الله حامي زعران الوضع الاقتصادي مستفيد منهم يعني ما كان مستفيد من رياض سلامة عملية تبييد الأموية الهائلة اللي صارت باللبنان إنه هادي كيف إنه مين كان مغطيلهم إياها مين يقدر يعفوا بانتهم بارح لرياض سلامة ايه ضيعوا لما قطوها على الكهرباعات انت عارف نرابي كلها المنطقة بتشبه بعضها خوتوا بشير عادة الحومة حكيتي كنا عم نحكي قابل عن الغطاء الحكومة بحاجة لغطاء أيضا وغطاء مسيحة من الدمان تحديدا قد يكون شو بيعم قلي 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 لأنه الوزراء ما عم بيشاركوا بالتيار ايه رح يروحوا يشاركوا يعني هلا لا لا على الأقل إذا أخذوا أي فطاء يا عيني لما حزب أرض لك في شي بالبلد كوميك يعني شو بيقولوا هزلة هزلة كوميك شوية قرقة هزلة يعني هيكي زقائة إنه وقت اللزوم إذا مذكر بيبعطولو الطيار الوطني وزير أو وزيرين اللي يكتم لنزكات صحيح وقت اللزوم بيبعطون وقت اللي حزب الله بده الشغل بيعملها وقت اللي حزب الله بريد الاجتماع يطلب من الطيار وقت اللي ما بده الاجتماع كمان وزراءه ما رحوا الاجتماع كلنا هيدا حضرناها يعني يعني ما في شي اسمه عمل حكومة بمعزل عن كل المنظومة وقرف مجلس النواب الحالة المافيا اللي عم تديره كله شوربة وماشي ما في شي في شوية مصاري للمودعين بعض إن يقضوا عليهم وما بدهم يعملوا دولة لحتى يشوفوا شو في تغييرات تناسب الصفقة الكبيرة ما بعرشو هي ممكن نلاقي مخارج لأخذ الشرعية لموضوع الاقتراض الحكومة واضح هدا التقادف بين مهل السنواب والحكومة اي اي ما بفهم فيهم كتير هدا هدا اقتصادي بس بلي يعني نصوص القانون اللي عم يعرضوها علينا محكيتو بل يفضوا الأموال المودعين اي ما في شي قانونة اي ما في شي قانونة منصوري الحاكم الجليد يرفض بدكن تشرعوا اي شرعوا السنواب بالقانون لحتى تقادروا اوكي تشرعوا ولا تغطوني مش بالقانون القانون يمنع هيدا ممنوع بالقانون الدولة تقترض من مصر في لبنان من أموال المودعين قالوا لا تروح تفتش عم مهدر خارجية مين هديها مين مهديها مين عبيلا لا رياض سلامي كان متواطق معهن اوكي اوكي هلا منصوري قالك بلا ما يوكرا يجرجروني عالتحقق وبري قايل له يعني هو عنده مرجعية بالاخر طبعا قايل له لا جيب قانون بنغطيك بقانون وبدون يخلصوهن قدي بيطلعوا 7-8 مليارات دولار بعد هادي من البقين بدون ياخدوهن ما فيرق معك وبيدفشوا المشكلة لقدام هادي بلبنان أمهر شي سياسيين عنا بيدفشوا المشكلة لقدام بتحكوا علينا بشغلات صغيرة وبيدفشوا المشكلة لقدام ناطرين بنيعملوا خطوات إصلاح كابتال كونترول خط التخافي مين مين اتفاق مع صندوق النقد الدولي مين مين هني عم بقولوا ينفطسوا ينتخبوا رئيس جمهورية بتخلص كل هاد القصص ما بدون ينتخبوا رئيس جمهورية بدون يعملوا إصلاح بحكومة مشلولة كيف يعني هالحكي حكومة تصريف أعمال أي منطق لا تجتمع إلا للضرورة القصوى الضرورة القصوى تروح تنتخب رئيس جمهورية كل شي بصير ضرورة قصوى بوضع مثل الوضع اللبناني حبت الدولة ضرورة قصوى قصة المدرسة ضرورة قصوى نحنا بمرحلة الضرورة القصوى بكل الميادين بكل المجالات نقبروا انتخبوا رئيس حقوق رئيس جمهورية وشكلوا حكومة أصيلة خلصت وبلشوا انتزام عمل المؤسسات ما شبعوا سرقة ما قادرين نشيلهم ما شبعوا سرقة يرجعوا يعملوا دولة ينتزم عمل المؤسسات ويبلشوا من أول وجديد بركة هالمرة بيطلع شغلهم أحسان من قبل كان فيه مشاريع لاستعادة الأموال المسروقة إذا شبعوا سرقة معلوم هيدا الغرب والمحاكم اللي هلأ ماشي ما كانوا شايفين لما راحوا المصاري بهيدا الطريقة لما قدموا مساعداته والنهب مجتمع الدولي مش حتى الركون للمجتمع الدولي هلأ ليك القضاء برا أكيد محر أكتر من هون وأكيد إذا كماشوا شيء بس رح يخلوهن بيمنعوا رياض السلام من السفر حتى ما يقف قدام محكمة بيجيبوا هالسفير عدوان اللي عامل عميل بفرنسا حتى ما يقف قدام محكمة ملجأ كارلوس غوصل نحنا إيه نحنا ملجأ ملجأ خارجين عن القانون آمن كيف بدك يصير في بلد ما تحكي ما فيه آمن ملجأ ملجأ خارجين عن القانون نعم الطريقة اللي فات فيها خير الدين وطني وراني حبيبي هدا كان موقوف بفرنسا كان قيد التحقيق بفرنسا شان ملتوا بطل يعني عراضة ودبكة بهدلي بلد بهدلي معقول عن جد بلد بهدلي إلى متى بلد بهدلي إذا مع اللبنانية بيقوموا بيوقفوا بينتخبوا كما يجب التغيير بالشارع يبدو أنه صعب لأنه ما بدون لأنه بياخد لما كان تاني لا لا التغيير بالشارع صعب لأنه اللبناني بيفضل مصلحته الخاصة على المصلحة الوطنية أوكي وبيرضى بده هو يكون خارج عن القانون هو بده يسمسر هو بده يتشاطر هو بده يوفر على حاله ميتان دولار بيوق نص من هون ميتان دولار مشان هكي ما صعر فيه تغيير ما حدا بيضرب على إيده إنسان حر بيعرف إنه هيدا الطبقة عم تاخد بالليد وعالتهلك بعبدو نمطر لانتخابات ما عنا حل نحنا إلا بالانتخابات إنه حتى لو نزلنا على الشارع هلا شو بنا عمل عصيان مدنة أوكي بس إذا نحنا يعني أي قوة سياسية بده تخاف من هيدا الشعب اللي عاد تعويمة أي قوة سياسية بده تحسب له حساب نعم وهو يمكن يرضى بأي بخشيش بمساعدة بمعونة بيسكت ملفنا الأخير سيدي سنة الجاك وبحث هذا الأمر بالديمان بهذا الاجتماع التشاوري وكان يبحث ويطرح بالخارج والداخل وموضوع النزوح ملف النزوح السوري قيل سيكون هناك إعادة تفعيل لموضوع التواصل مع سوريا من أجل إعادة النازحين وزير الخارجية وعدو بالداتا أخيرا قالوا أنه قشت الداتا بس هيدا شو بقدمه بآخر؟ هيدا الداتا اللي عند مفوضيت شؤن اللاجئين صحي أوكي والسوريين اللي عبي فوتوا عبر اللحدود الفلتانة بالألوف كل يوم والسوريين اللي بيشتغلوا بطريقة غير شرعية بسوء العمل اللبناني والقرار السياسي الأسدي بمنع عودة اللاجئين السوريين لأنه هيدا موضوع ما في يحمل بدوا أثمان خارجية بدوا أثمان تاني شي ما في يحمل تكليفهم تالت شي التغيير الديمغرافي مطلوب بسوريا خدمة المحور الإيراني فلي بدوا يردهم؟ هل مسموح التغيير الديمغرافي يكون بلبنان؟ لأنه هلا لألك في شغلة هون الناس ما عم تنتبه لها لما بيصير في انتخابات لمسيو بشار الأسد تلاقيهم كواف الطالعين يمتخوا بالسفارة عندنا طيب قولوا انتوا هربينين ولا مع النظام؟ لا هلا قدرانين يسيطروا كتير على نسبة كبيرة من الموجودين هون منهم كلهم يعني في عندك نازحين أمنيين مناطقهم تخربت واحدة نازحين اقتصاديين ومتسوسين والمتسوسين كتار فانت عندك مشكلة خطيرة بس هذه المشكلة ما رح يعني ما في قرارين رجعوهم كان رجعوهم من تركيا كان رجعوهم من الأردن شو حال هيدا البلد ولكن بالأردن من تركيا يعني منتظمين أكتر بأماكن محددة بس ما رجعوهم ما رجعوهم ليه؟ لأنه ما بدو يرجعوهم أوكي وبعدين بيرميلنا إياههم اليوم كل الخبر أنا ما سمعت تفاصيل أن الأسد قال أنه لا يتدخل في لبنان مجرد ما عندنا هالقد عدد سوريين يعني فيه تدخل سوري بلبنان خلصنا على الأرض لأنه عدد السوريين بلبنان مش زنبهم بس هو كما يحتمل ما تحتمل أي بلد أي بلد بالعالم أي بلد نسبة للعدد سكانه فيه كلام عم بتقولي بشار الأسد لا يريد العودة فيه كلام غربي اليوم يقول جهات دولية وغيره أنه لبنان لا يريد إعادة النازحين وهو عم يستفيد منهم عمموها ولكن فيه وقت فيه شي منه فيه شي منه أي لأنه عم يسرقوا من هذا الشيء نحن عرفنا شعر بوزارة التربية من فترة أي يعني وأكيد فيه استثمار بحاجة لقرار سياسي داخل يقوله أي بره كان عامل مؤتمر صحافي عكرا مش هيب عم يقول اتفاعوا للأسد اللبنانية إنه هاي دي ملنا تجارة يا عيني هاي دي ملنا تجارة بس إنه اللبنان ما سألهم بالشيء حتى مثلا رجال أعمال اللبنانية المؤسسات كانوا بيجيبوا سورية بيشغلوهم بالسوق السوداء وبيتفاولون رواتب أقل من اللبنانية نعم وهن بلشوا يسيطروا على قطاعات كتير يعم يشتغلوا بمعزل عن القانون إن كانت شغلونا الخاص أو شغلونا بقلب الشيء بلت ما فيه بعدين مثلا وزارة العمل ما بتعمل شيء عنده 11 مفتش كيف بدأت تبرم بهال 11 اللي مفتش على المؤسسات التي تستخدم سوريين بطريقة مخالفة للقانون شو المطلوب منه التواصل مع سوريا التواصل مع الدول العربية اللجنة العربية المجتمع الدولة إذا فيه قرار إذا فيه دولة هو اللي كلهم بتخدعون للقانون ما بيوقع حدا بيدفعوا درايب إذا بدك إذا ما بدنا نشيلهم ونجيب كل الغضب بطرحتي عطوطين ساعتا لا أي حدا بيفوت عالدولة أي أجنب بيفوت عمحل فيك أمانين معينة بدو يعملها ممنوع يشتغل بثلتة ربعة القطاعات اللي هي محرمة على غير اللبنانيين فيه 100 شغلية يتطبق القانون أول خطوة يتطبق القانون أوك ينقطع آه هيدا شو بقولوا دابر هذه الفوضى بالعمالة السورية باللبنان هاي بتخليهم يروح يفتشوا عمحل تاني يسترزقوا منهم أو تقديم المساعدات اللي عبتجي من الجمعيات ببلدهم هذا هو الطرح كان هلا نحنا ما فينا نردهم إلا إذا حملناهم وحطيناهم على حدود الصفل فيهم يا بشار الأسد لأنه المجتمع الدول اللي مش سألان عننا هاي دي النقطة اللي مهمة كتير مش سألان عنا سألان عنهم ولا سألان عنهم موتوا هون موتوا أنتوا اللبنانية لو سألان عنهم كان من أول سنة تغير نظام الأسد ما حدا سألان عنهم يعني مسخرت أوباما بعد ما الأسلحة الكيميوية بعدها بالبال ما حدا سألان عنهم البراميل المتفجرة اللي حرقت الأخضر واليابس وهجرت ضيع متل ما هي ومناطق متل ما هي وغير الديمقرافيا ما حدا سألان عنهم وما حدا سألان إذا بناكل بعض نحنا والسورية ما حدا سألان إسرائيل اللي بترتاح ولكن في حال انتهت الحرب ساعتها يعني في حدا ما بيرجع ايه ما بيردون في حدا ما بيرجع بلده ما بيردون هوني عم يستفيدوا ايه يعني عم يقبضوا بأي شغل بأي شغل على ساعة بالدولار اللبناني ما هم يقبضها هذا غير المساعدات غير هلا أنا بقولوا مساعدات ما بتشمل عدد كبير منهم يعني انت عندك عم تحكي بفوق المليونان نازح سوري أنا بتصور مساعدات تشهمش 700-800 ألف الباقيين بيعروحوا يطلعوا رزقهم خلصت وعلى اللبناني يشوفوا مصلحة طنوال كدولة كبلد كنس لو الدولة اللبنانية تفرض على المؤسسات تدفع عن كل عامل سوري ما يتوجب للضمان الاجتماعي بتخلص بس ما في دولة تفرض قانون لو بينما يمنع الدخول غير الشرعي اللي ممظم أكثر من الدخول الشرعي كمان بتخفت جعنا مثل ما بدأنا هذه الحلقة دولة والأمن ما في دولة شكرا جزيلاً لوجودك معنا الصحفية والكاتبة السيدة سناء الجاك أهلا وسهلا فيكم وجدداً بصوتكم شكراً شكراً لألك ويبقى لكم مشاهدين ومستمعين الشكر على المتابعة إلى اللقاء